موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنشرح مع بعض دلوقتي شابتر 8 بيرفورمنس مانجمنت وإدارة الأداء زي ما احنا متعودين بنبدأ مع بعض مع learning objectives للشابتر بتاعنا شابتر 8 learning objective الجزئية الأولى السلايد الأولينية هنتكلم على learning objective 8-1 وهنا هنقول لعندي أول هدف للتعلم identify the major parts and limitation of the traditional performance management process هنتعود مش هنترجم ترجمة حرفية هنعمل هنا في أول هدف تعلم تحديد الأجزاء الرئيسية للأداء الفعال يبقى عندي أداء فعال لعمليات الإدارة هنا عشان أتأكد إن الإدارة بتشتغل بكفاءة هدف التعلم الثاني learning objective 8-2 discuss the features of a continuous performance management process and why companies are adopting this approach بنحدد بنائش الأغراض العامة الثلاثة للأداء بتاع الإدارة تمام؟ يبقى هنا continuous discuss the features of a continuous performance يبقى هنا ناقش الصفات العامة أو الخواص للأداء المستمر أو continuous performance الأداء المستمر للmanagement process لعملية الإدارة and why companies وليء الشركات are adopting this approach بيتبنوا هذا النهج هدف التعلم الثالث learning objective 8-3 discuss the six purposes of performance management يبقى discuss the six purposes of performance management بناقش الأغراض الستة لأداء الإدارة بتاعتي في الشركة learning objective 8-4 بنتكلم هنا على identify the five criteria for effective performance management system يبقى احنا بنعرف المحددات الخمسة لإدارة فعالة يعني لأداء الإدارة الفعالة أنظمة الإدارة للأداء الفعال يبقى إيه المحددات الخمسة بتاعتي نكمل السلايد التانية لlearning objective أكلم تكملة learning objective هدف التعلم الخامس learning objective 8-5 discuss the five approach to performance management the specific technique used in each approach and the way these approaches compare with the criteria for effective performance management system يبقى هلناقش النهج أو الطرق الخمسة لأداء الإدارة والتقنيات المخصصة المستخدمة في هذا النهج والطريقة النهج اللي أنا بستخدمه ده أقدر أقارم بيه المحددات اللي بتحدد لي أنظمة الإدارة أداء الإدارة الفعال learning objective 8-6 choose the most effective approach to performance measurement for a given situation هنختار النهج الأكثر فعلية يكون بيهيس الأداء لموقف محدد ومخصص this given situation learning objective 8-7 discuss the advantages and disadvantages of the different source of performance information هلناقش المميزات والعيوب للمصادر المختلفة لماعلومات الأداء learning objective 8-8 choose the most effective source for performance information for any situation يبقى هنا أنا عايز اللي أنا أتشوز أختار المصدر الأكثر فعلية للمعلومات الأداء لأي حال نكمل مع بعض learning objective الجزء التالت الجزء التالت في learning objectives في السلايد التالت learning objectives 8-9 وهنا هنتكلم على discuss the potential advantages of social performance management and electronic monitoring for performance management يبقى هنا هنناقش المزايا الاجتماعية المحتملة لإدارة الأداء والأنظمة الإلكترونية لمراقبة إدارة الأداء learning objective 8-10 distinguish type of rating errors and explain how to minimize each in a performance evaluation يبقى بحاول أميز أنواع الأخطاء في التصنيف عندي لأخطاء التصنيف وشرح إزاي أقدر أقوم بذلك اللي أنا أقلل الأخطاء دي طبعاً وأقللها وأقدر أقيم الأداء بصورة أفضل يعني performance evaluation تقييم الأداء طبعاً بعد تلاف الأخطاء learning objective 8-8 8-11 آسف يبقى conduct an effective performance feedback session بعمل دلوقتي إجراءات conduct بعمل إجراءات effective performance الأداء الفعال feedback session يعني بعمل زي حصة أو class بشوف فيه رد الفعل وهل فعلاً فيه أداء فعال ولا لا learning objective 8-10 identify the cause of a performance problem تحديد سبب مشكلة الأداء للموظفين والعمالة عندي بالشرك دي أهداف التعلم نبدأ زي ما احنا متعودين بالintroduction بالمقدمة لما أتكلم هنا في المقدمة لازم أكون محدد نقاط أساسية لها performance management إدارة الأداء هنا ensure employees activity are congruent with goals بتأكد من أن أنشطة الموظف متوافقة مع أهداف تقييم الأداء الperformance appraisal أو أن المنظمة هتحصل على إيه أو الشركة هتحصل على إيه أو هتتطور بإزاي أو كده عن طريق تحسين الأداء get information on how well employees are doing jobs بحصل على معلومات حول مدى جاود الموظف لو بيقوم بعمله أو وظفته performance feedback أو تقييم الأداء ورد الفعل لتقييم الأداء لو الفيدباك هنا أنا أصده أو رد الفعل للأداء بتاعي provide employee information on their performance تزويد الموظفين بمعلومات عن الأداء بتاحهم ومستوى لما نتكلم على figure 8-1 وهو بيكلم على traditional performance management process وهو إلا أنا إزاي أعمل نموذج لأداء الفعال لعمليات الإدارة يعني دلوقتي international performance الأداء التقليدي أو اللي أنا عايزو يكون فعال يعني لعملية الإدارة أول حاجة هنذاكر step 1 step 1 define performance outcomes for company divisions and department بعرف نتائج الأداء للشركة لأقسام الشركة والإدارات المختلفة division and department step 2 خطوة ثانية develop employees goals, behaviors, and actions to achieve outcomes بطور أهداف الموظف وسلوكه والأفعال بتاعته عشان يقدر يحقق النتائج المرجوة step 3 provide support and ongoing performance discussion أحاول لأنا يعني أزويد بمسندة ومناقشات عن الأداء بطريقة ongoing مستمر step 4 evaluate performance بقيم الأداء بروح على step 5 identify improvement needed بحدد وبعرف التحسينات المطلوبة وبكمل cycle set 1 ولكن step 6 ودي متدخلة من step 4 وstep 1 provide consequences for performance results يعني بزود بنتائج عن بزود يعني المترتبات الأشياء المترتبة على نتائج الأداء يبقى ده traditional performance management process بيكون من 6 steps مش لازم تحفظها كتشارت تحفظها كإيه الخطوات هل نشرح الخطوات هنكمل على أول جزئية في performance management process عملية أداء الإدارة step 1 أو الخطوة الأولى بنوضح understand and identify important performance outcomes or results يعني بحاول إلينا هنا أفهم وحدد الأداء المهم اللي بيديني نتائج تمام ويدي نتائج ويعني مخرجات some aligned goals and behavior to organize organizational organization strategies and goals بحاول يكون في محازاة بين الأهداف والسلوكيات مع الشركة والمنظمة تمشي مع السراتيجيات والأهداف بتاعت الشركة والمنظمة بنكمل الجزئية الثانية step 2 الخطوة الثانية هنا بحاول understand how to achieve the goals established in the first step بحاول أفهم العملية أو كيفية تحقيق الأهداف المحددة في الخطوة الأولى step الأولانية يبقى دي مرتبطة step 1 وبحاول identify measurable goals and behaviors and activity that help employees achieve performance results بحدد الأهداف والسلوكيات والأنشطة اللي أقدر قصة والقابلة للقياس تمام make goals part of employee job description اجعل أن الجزء من التوصيف الوظيفي للموظفين اللي هو الأداء بتاعه ده أبقى جزء من التوصيف الوظيفي للموظفين اللي عند job description هخش على step 3 step 3 بنتكلم على نقطة provide employees with training necessary resources and tools and frequent feedback بحاول أوفر التدريب اللازم للموظفين والموارد والأدوات وردود الأفعال المتكررة واشوف رد الفاعل على أداءه focus on accomplishment as well as issues and challenges influencing performance بحاول أركز على الإنجازات بتاعت الموظفين وبرضو بركز على القضايا والتحديات اللي بتأثر على الأداء بتاعهم step 4 خطوة ثم annual or biannual formal performance review لازم يكون في مراجعة للأداء بطريقة رسمية على طريقة annual سنوية أو biannual نصف سنوية step 5 step 5 الخطوة الخمسة identify what employee can do to capitalize on performance strengths and address weaknesses بحاول أحدد بحاول أحدد هنا identify بحدد وعرف إيه اللي الموظف يمكن اللي هو يقوم به عشان يقدر يستفيد من قوة الأداء ومعالجة نقاط الضعف بتاعته step 6 الخطوة الستة في performance management process provide consequences for achieving or failing to achieve performance outcome إذا بحاول أزود وأوفر العواقب أو النتائج اللي أنا بقدر أحدد بها نتائج الأداء أو بشوف هل في فشل في تحقيق هذه النتائج failing to achieve فشل في التحقيق ولا فيه نجاح achieving performance outcome يقدر يحقق نتائج الأداء المرجو بدي 6 خطوة دول الستة خطوات المهمين جدا للperformance management process بعد كده ما بكمل في عملية الشرح في الجزئية الستة في performance management process وعملية عملية إدارة الأداء هنا أنا لازم أركز على continuous performance management process أو عملية إدارة الأداء المستمر ودي عن طريق ongoing conservation between managers employees and team focus on work progress feedback goals and need في عملية مستمرة من المناقشات ما بين المديرين والموظفين والفرق بتركز على اللي هو معدل أو progress work إن التقدم في العمل والfeedback رد الفعل والgoals للأهداف والneeds للإحتياجات plus more frequent and formal check-in ولازم يكون فيه بطريقة مستمرة ومعتادة عمليات اللي أنا بتشك طرق رسمية اللي أنا بتأكد وشيك على اللي أنا شغال على السيستم صح ولا لأ والأداء صح ولا لأ employee want regular feedback and transparency بنقول إن الموظفين دايما بيحتاجوا رد فعل يكون منتظم من المديرين بتوحهم والtransparency الشفافية أنا عندي مشكلة في إيه ونقدر نحلها إزاي ثم forward facing اللي هو المقابلة أو المواجهة وتكون يعني forward يعني لقدام يعني بحيث ما استناشى الخطأ من قبل ما يحصل أكون مسبق إلا أنا بواجه الخطأ وحسن الأداء managers are coach لازم نعرف إن المديرين هم يعتبروا مدربين وليهم دور مهم جدا في تحسين الأداء للناس اللي بيشتغلوا تحت أداء لما نتكلم على table 8.2 وهنا هنتكلم على comparison of the feature of traditional and continuous performance management process عايزين نعمل مقارنة بين خصائص عمليات العمليات التقليدية لإدارة الأداء أو العمليات المستمرة لإدارة الأداء أول feature عندي أو أول خاصية when does it occur بتحصل فين إدارة الأداء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر